اشتركوا في القناة ثم حمرار ثم انتفاخ ثم آلم لو كل قلت اللي كان يقول عندي آلم هذاك الالتهاب وصلني للمحطة ديال الآلم بما أن البصلة فيها مضادات الالتهابات فهي كتلعب على أساس أنها كتزول هذاك الآلم وكتحيد ذاك الحمورية وكتحيد ذاك الانتفاخ وكتساهم في إعادة البناء ديال ذاك المتقل اللي تم التدمير ديالها وبالتالي هذه البصلة ممكن أن نستعملها بها الطريق غير تشوف عوتاني لفورم اللي غتاخدها بها واش سائل أو لا نتاكلها مباشرة كبصلة نعم كان جود الأسئلة اللي دا جحنا هضرنا عليهم في البداية محلبة الحسناء اللي تكلمت على الأم ديالها كتل عليها تنسيون العشرين ودرنا التحالي اللي قال لهم الدكتور واش مني تاخد البصلة واش فعلا كتترقد في الزيت واش فعلا كتتقلل بالإضافة ربما العلاجات الدوائية اللي تتاخد أو اللي خاصة بعيدة إليها واشنو خاصة تدير أو لتديرها بمساج اشنو غتدير بها تقريبا هنا البصلة كيفاش ممكن لها تاخدها البصلة إلا إتخاذت وهي مرقدة في الزيت أو إلا إتخاذ غير الزيت ديالها ففي كل تالحالتين جد مهمة ولكن استعمال ديالها يكون على اليقين بأنها لا يتعارض مع أي نوع من الأنواع ديال الأدوية اللي يعطيها الطبيب بمعنى أنها تمشي تاخد الأدوية وتبع لهم الزيت ديال البصلة أو لا تاخد الأدوية وتبع لهم البصلة المرقدة في الزيت فما فيهاش مشكلة غير هي بحل مثلا بني كان عارفوا أنها التنسيون غيرها دائما ياخدوها بكمية قليلة أو لإنسان دائما تهند تجريبك تمشي معه شوف أي حاجة تبدأ بتجريبه وكنت لعفليدوس تكنوصل إلا قدرت نوصل قاع بصيلة في النهار يعني الأريزون ديال 20-20 جرام في النهار بصيلة صغيرة بصيلة صغيرة في النهار فهي جيد جيد مهمة بالنسبة لجيس من ديال الإنسان ولكني داك الاستعمال الدائم ديالها وليك يخلينا نحصلو على دوك الفوائد والنتائج المهمة اللي كينا في البصلة كيف قلتي ياخد الإنسان لها شكل شلاضة شلاضة مغربية هذيك هي أحسن وسيلة مع ذيك الزيت البلدية نيت اللي كان نديروها بها والعطرية فهي مهمة جدا تكلمنا كذلك على تأن الناس اللي قدم السكري البصلة داخلها في تغذية ديالهم هذا هو سؤال ديال أم زياد اللي تكلمت على أن الأم ديالة عند السكر وأنا كتأخذ الكينة ديالها ودير الرجيم هنا بعد الممتاز الخزان اللي عندها واصل لأشرة ولكن القرامات اللي كتسعب برقب الفطور هنا البصلة كيف يش دخلها في تغذية ديال وكيف يش تستفد منها هو البصلة للاستعمال ديالها مرقدة أولاستعمال ديالها فشلاضة أولاستعمال ديالها مباشرة كتدير عليها بحكي ما قلتنا بحل ديك الطريقة الوزانية لكن حطوا فيها الزيت الزيتون مع البصلة وناكلها هذي كلها مواد مفيدة وقلنا بأنه إلاخذت ديك الدوز اللي هدرنا عليها ديال البصلة في النهار مقسومة على ثلاثة ديال الواجبات وغد تتراقب السكري ديالها لأنه دو برميل كما كيقولوا الاحتياطات اللي ياخدهم الإنسان دائما يعبر السكري دياله لأنه إلسو بو إلا كان كي ياخد الكينا أو لكي ياخد الانسولين وكي ياخد البصلة بالزر يقدر يتحفل سميته دائما إلا كان كي ياخد دوة استشارها مع الطبيب ممتاز غيشوف أشنو هي لدوز ديال البصلة اللي غير أو ل يبقي يدير العبار دياله باش يشوف إلا هبط السكر على صفر سبعة أنا كتولي للقضية فيها إشكال ياما يمشي ديك ساعة يستاشر مع الطبيب وقل لي ديال ما ولد كن أخد البصلة هشنو لكي ترى ليا باش يشوف هو شنو هي لدوز اللي غايدين قسله من الجرعات اللي كيعطي خديجة اللي تكلمت على سمعت بأن البصل يقل من دوال ديال الساقين أو لاليفاريس واش هد شي صحاح أو لا لا نتكلمنا في الأكل دياله داخليين هو نغم المفلوقة اللي كنقول أن اللي زونتوسيان كيلعبوا دور ديال أنهم كين قيوا الأوريدة من دوك السموم اللي كين فيها أو لدوك النفايات اللي كين فيها لما كنحيد النفايات اللي كين في الأوريدة ولما كنحيد الماء اللي كين زائد في دوك الأوريدة كتولي الطريق ديال الأوريدة كلها ناقية ولما كتكون نقية مضادات الالتهابات اللي كين في البصلة كتحيد ليه التهابات. والما كتتحيد التهابات. هادك هادة التولاتي اللي كتتعمل عليه. لزينتوسيان. زائد هادك الدول اللي كتاخده. ولمساج اللي كتاخده مع الطبيب. هاد اللي اسميتها هاد المواكبة الدوائية زائد الغدائية. كتلقى بأن الدولي كي نقصوه بحيش شكل عجيب. البشرة ولا الشعر? لا البشرة. هذي البشرة. هذي البشرة. ورقة دي البسلة. ايوه. هذيك الورقة دي البسلة. كنخليه تأتي باسم زيان. اها. وكن ننطحنوها. احتكت ونغرب لوها احتكت ننربدوها سوفورم دو بودر. هاديك البودر كنزيدوها مع الخرقوم البلدي. ومع شهدد ومع الشمع ديال العسل. وكنديرو مع الزيت البلدية وكنصوب بها اين كريم. هاديك الكريم احتكت ولي اين كريم وديك الساعة كندير لنا كننحطها في واحد مكان تحت تحت الدقن ديالي. وكنشوف لها ما كانش عندي هناك حساسية. وكنقول الان الحمدلله هاد هاد الخالط ما عندوش مشكلة. وكن ابليكي. هادي الهان. ولو فلوقيت اللي كندير اولا كان ننعرض وجهي لذك البخار. ثم كان مسحوه بالزيت ديال ديال اللوز. وعاد بعد ذلك كندير هذا بحال شكل كريم. كنخليها مدة ديال عشرين دقيقة ونمسح. هادي كتلعب دور ديال انها كتصفي الوجهة وكتحيد احت دوك الالتهابات اللي كينا في الوجهة. وجد مهمة بالنسبة لجسم ديال الانسان. وكي قلتي لتيال الانسان. قلتي لتجريبة. دائما. اه هنا اه انا نختم معك. مرحبا. اه سافي كين شي ما نضيفه. اه بالنسبة لالاضافة كين قلنا لازمتو الاحتياطات لي خصي ياخد الانسان. دونك غنا عاود درجة معك باش اني ناخد الاحتياطات الاخيرة باش للبصل. لاني نكوش بتلك اليوم خاصة نختمو بغيم والمادة ديال بصلا باش ندوزو المواد. مرحبا. لانا تبارك الله الخضر والفواكه في المغرب غني كتير. وخاصنا كله اه مادة غدائيا نشوفوا الفوائد ديالها دائما. اه اه شنو ما الاحتياطات اللي خاصهم ياخدو الناس. اه جوز الاحتياطات كبيرة. اه. الحتياط الاول وهو انه اه الى كان عنده انسان واحد الحساسية. اه البصلة يحبسها. بمعنى انه في الوقت تلكية كلها اه كتت تخلق لها واحد ترويعة او لا شرف الله يقدر يخرج. اه 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 يدار له غاة عيان وقي. هادو ناس اللي كتك تقول له مودي احباس البصلة لانك الان ما زال ما عندكش مؤهلات اه اه هضمية في الجسم ديالك. ثم اه كذلك المسألة التانية وهي الناس اللي عندهم اللي كيستعملوا ديك الادوية ديال السكري. يحضيوا بزاف مع البصلة لانها تقدر تنزل للمستوى ديال السكري ووقع لهم شي اغماء ولا شي حاجب حالك. اه 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 وبالتالي في الوقت اللي يشوف راسه كي يكل البصلة او اللي سمع لنا وعجبته يعني الحلقة ديال البصلة ويبغي يبقى مشي كتر فيها. هنا يكون هناك حتيات واجب للوقت اللي ناكل شي بصلة ندير السمية والعبار ديالي ونمشي نستاشر مع الطبيب ديالي نقول له دي رغيك انا اكل بصلة هبطات لي بها لكت هبط لي بقدة وقدة. واش نكمل على ذاك الجرعال اللي كان اخد او لا نقسم منها واشن هو النصيحة ديالك وبحكم انه غيكون خدا المعلومة العلمية الغدائية هو غيستفد منها وغي يعطيه الجرعال المناسبة. معلومة اخيرة واش البصلة بغي مو كتنشط يعني كتحيد العياء. واش في انك تحيد العياء البصلة? طبعي الحال هي اللي قلنا بانك كتنتج لياك تكون سبب في انتاج الطاقة. مهم. وبالتالي لما كتكون عندي طاقة ممتازة. كنولي العياء كنتخلص منه. طاقة يساوي ازالة العياء. مهم. اذا وعلاش قلنا فيها? لانك تعطيني لينولين وكتعطيني للاكسجين. لينولين فاش كتحلل كيوليه غلوكوز. الغلوكوز زائد الفريكتوز. فريكتوز زائد للاكسجين. لما كيدخل في واحد العملية تحوي ليه. كيعطيني ارتي بي. ارتي بي. ارتي بي كتعطيني الطاقة والطاقة هي اللي كتحيد ليه العياء المطلق من الدات ديالي. كيف قلت يعني الخلاصة معك انه اي مادة غدائية بخنها لدات ديالنا. او لما كناش كن ناكلوها بواحد شكلي وكبير. نجربو. الناس اللي عندهم اي امراض مزمنة او اي نوع دائما يستشر طبيب ديالو في اي مادة غدائية. باش هكا ما يمشيش ربما في الاشياء العكسي انه بغي قد واحد الحاجة وكن وليه انا كمشي في فويلة تخرى. مشكور بزاف. محبك. 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 الانت اخي صائف تغدية ايضا. على كل المعلومات اللي تكلمنا على البصلاة.